العلاقات الفرنسية السعودية والتعاون المشترك في مختلف المجالات على طاولة البحث في الإيليسي حيث استقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئاسة الفرنسية كشفت أن المحادثات ستركز على العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا الاستقرار الإقليمي وكذلك بحث القمة العالمية التي تعقد الأسبوع المقبل والتي تهدف إلى الجمع بين التمويل الخاص والعام لمكافحة الفقر ودعم التحول المناخي وحماية التنوع البيولوجي كيف يخدم التعاون الفرنسي السعودي السلام والنمو في المنطقة وما أبرز ملفات قضايا الاستقرار الإقليمي للنقاش ينضم إلينا من رياض الباحث في العلاقات الدولية سامي المرشد أهلا بك سيد المرشد إلى سكاي نيوز عربية وإلى غرفة الأخبار زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا كما تعلم هي الثانية خلال أقل من عام ما هي الأولويات المطروحة هذه المرة على طاولة النقاش تحياتي لك أخي الكريم والمشاهدين والمشاهدات الكرام الواقع الزيارة الثانية في عام واحد لسموه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان لفرنسا دلالة واضحة على أن علاقات البلدين المتجذرة في الواقع والتاريخية تتعمق أكثر وتزداد رسوخا أهم الملفات طبعا إضافة إلى الملفات الثنائية والعلاقات بين البلدين في مجالات متعددة في الواقع تقريبا كل المجالات الصناعية ذكاء الصناعي الاستثمار تبادل خبرات استفادة خبرات الشركات الفرنسية في مشاريع المملكة العربية السعودية الكبيرة في تحت مظلة رؤية عشرين ثلاثين يعني على المستوى الثنائي في الواقع العلاقات تنمو وتكبر وتزداد وتترسخ على المستوى الإقليمي طبعا نعلم أن منطقتنا العربية مع الأسف الشديد لدينا عدة أزمات ما زالت ملتهبة تحتاج إلى تعاون سعودي عربي فرنسي وفرنسا كدولة كبرى وقائدة لأوروبا وقريبة من منطقتنا ولها دور تاريخي في المنطقة تستطيع المساعدة في هذه الجهود الفرنسية السعودية العربية لتقريب وجهات النظر وحل هذه الأزمات بالطرق السلمية بما يخدم مصالح هذه الدول وبما يخدم مصالح المنطقة العربية وأوروبا والعالم سيد المرشد في عام 2022 من ضمن الملفات التي كانت مطروحة في الزيارة قبل هذه الزيارة كان موضوع دعم السيادة اللبنانية وأهمية الوصول إلى حل سياسي الأزمة في سوريا والجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نوي هو محور النقاش والتعاون بين باريس والرياض كيف يمكن ترجمة مثل هذه المحاور أو التأثير في هذه القضايا المهمة في منطقة الشرق الأوسط نعم الدولتان في الواقع قادرتان على التأثير بشكل جذري على أزمات المنطقة مثل ما ذكرت هناك توافق في وجهات النظر بين المملكة وفرنسا بالنسبة لأهمية إنهاء المحادثات في الملف النووي الإيراني وتعاون إيران مع المجتمع الدولي في هذا المسألة ومشاركة دول مجلس التعاون في هذه المشاورات والنتائج وتكون على الطلاع لخدمة مصالحها لأنها هي المهددة في الدرجة الأولى من هذا الاحتمال لوجود أسلحة نووية في المنطقة إضافة إلى ذلك كما تفضلت الأزمة في لبنان ستكون محورية لما البلدين من دور رائد في المسألة اللبنانية المملكة العربية السعودية تتحدث الآن بصفة رئيسة القمة العربية الأخيرة التي انعقدت في جدة وهناك موقف عربي موحد بأن تعود السيادة للبنان وينتهي هذا العبث الذي استمر طويلا في لبنان بسبب التدخلات الإيرانية نعلم بحجم التأثير الفرنسي وأيضا السعودي في المشهد السوداني لكن هل من مقاربة مشتركة بين العاصمتين وما ملامحها إن كانت في ظل تعقيدات أكثر يشهدها المشهد اللبناني يعني التعقيدات في الواقع في المشهد اللبناني الآن تتجه إلى الحلول وقد بدأت هذه المؤشرات من الداخل اللبناني نفسه لأنه لا أحد يستطيع إنهاء مسألة عودة السيادة إلى لبنان إلا اللبنانيين أنفسهم والمملكة والدول العربية تدعم هذا التوجه لاحظنا في الانتخابات الأخيرة كان هناك انقسام ولكن كان هناك زيادة في المؤيدين لسيادة لبنان وأمنه واستقراره الآن المملكة وفرنسا تستطيعان إقناع الطرفان بأنه يأتي بالمفاوضات رئيس يكون في الواقع يمثل رؤية الشعب اللبناني ومتطلباته يعني أن لا يكون رئيسا كما في السابق يتلقى الأوامر من حزب مسلح وأوصل لبنان إلى ما وصل إليه المملكة والدول العربية جادين في هذه المسألة وفرنسا أيضا لها تأثير كبير في يعني إقناع الجانب الإيراني وحزب الله والثناء الشيعي أن يلتقي مع بقية مكونات الشعب اللبناني لإنهاء هذه المأساة التي استمرت طويلة نعم نعود إلى الجانب الاقتصادي في عام 2018 زيارة لولي العهد إلى فرنسا شهدت توقيع سيد المرشد 19 بروتوكول اتفاق بين الشركات الفرنسية وسعودية وأيضا استمر ذلك وهناك حديث عن تقاطع الرؤية الفرنسية مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 كيف ترجمت هذه الاتفاقيات خلال هذه العوام وما أفق هذه العلاقة على المستوى الاقتصادي الدور الفرنسي في تنفيذ المشاريع في المملكة ومنطقة الخليج أثبت جدوى وهناك تطور كبير الشركات الفرنسية لها دور رائد في الواقع في البنية التحتية في المملكة العربية السعودية في مجالات عدة في الصناعة في الذكاء الصناعي في السياحة في الثقافة في الترفيه في كل ما تحتويه رؤية 2030 في المملكة من مشاريع عملاقة في الواقع والدور الفرنسي دور رئيسي في تنفيذ هذه الرؤية والمملكة ترحب بهذا الدور حتى أن المملكة الآن اقترحت مع شقيقاتها دول الخليج أن يكون هناك شراكة استراتيجية فرنسية خليجية لمدة خمس سنوات لما لفرنسا من خبرات وأيضا لما لها من مصالح في الاستثمار في علاقاتها مع دول الخليج واستفادة الجانبين من هذه العلاقات الآن هناك حديث عن مساهمة الشركات الفرنسية في كل ما يطرح في المملكة العربية السعودية من تطور نحو المستقبل في الطاقة في الطاقة النظيفة كما ذكرت البنية التحتية والمملكة أيضا ترحب بالدور الفرنسي بدعم طلب المملكة أيضا لاستضافة إكسبو 2030 في المملكة عندما تكتمل هذه المشاريع وهناك نشاطات كثيرة خلال هذه الزيارة التاريخية التي تمتد لمدة أسبوع في فرنسا نعم من ضمن أيضا المعلومات الواردة عن هذه اللقاءات أنه تم بحث القمة العالمية التي تعقد الأسبوع المقبل التي تهدف بين الجمع بين التوميل الخاص والعام لمكافحة الفقر أيضا دعم التحول المناخي وحماية التنوع البيولوجي في هذا الصدد سيد المرشد كيف يمكن أن يكون شكل التعاون بين فرنسا والمملكة العربية السعودية الدولتان في الواقع دولتان كبيرتان ودورهما كبير في مساعدة الدول النامية والفقيرة أيضا من خلال هذا المؤتمر سيكون هناك للدولتان جهود مشتركة في الواقع بالتعاون مع المجتمع الدولي لإعادة النظر ببعض القوانين وبعض الأنظمة الدولية المالية ليمكن في الواقع كما ذكرت أن يساهم القطاع الخاص والقطاع العام معا في مكافحة الفقر ومساعدة الدول النامية لتخطي هذه الأزمات خاصة فيما حصل في العالم مؤخرا من سيولا وفي الواقع تلك كثير من دول العالم بالقيام بواجبها والخلافات التي تحصل فيما بين الدول الكبرى على الأنظمة المالية القائمة كل هذا سيؤدي إلى دور سعودي عربي فرنسي فاعل في هذه التوجهات نعلم أن هناك حديث عن مجموعة بريكس والحديث أيضا مستقبلا عن استخدام العملات الدولار وغيرها وتحسين هذه الأدوات المالية لمساعدة جميع دول العالم والنهوض باقتصادياتها ونموها نعم سامي المرشد الباحث في العلاقات الدولية كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك أستاذ سامي